ملعب نربع والربح بلادي مع برومو سبور ديما ربح ديما سبور ديما سبور كل ثلاثة واربعة من ماضي ساعتين للماضي ثلاثة ونهار السبت من ماضي ثلاثة للخمسة منتع العشية مع الصحبي بكر على راديو مال ديما سبور ماضي ثلاثة وثنان شقيقة مرحبا بكم في الساعة الأولى من ديما سبور خليني تورخه بالسادة اليوف الى بش οι رفقوني في هذا البث المباشر من طوى حتى الخمسة منتع العشية صديقي ذاك الBroتي مرحبا بك انقsterني مرحبا بك مرحبا بك صحبي ومرحبا بالحضور مستمعين مدفرجي سيمونجي مرحبا بك مرحبا بك صحبي ومستمعين راديوrebbe سيلوتي لك باير مرحبا مرحبا بس بمستمعين راديومادي وبالحضور العميد صالح استبbearه مرحبا بك ساحبي مرحبا بالحضور ومرحبا باللي تفرجوا اسمعوا فينا. يرفقنا في تأمين هذا البث المباشر كيف العادة بالاحسن الفرشيشي محمد طهر بالشعبان رفقة كل الزملاء في راديوماد نبدأوا كيف العادة بتكويرة خفيفة. التكويرة خفيفة. تكويرة خفيفة. سيسارح تفضل نبدأ مع كنتي. يا عبي مش نحكي مش نرجع على قضية اللاعب اللي تالي تونال اللي وقع تسليت عليه عقوبة رسمية بعد اعترافه وبعد التحريات والابحاث اللي صارت بعد اعترافه بالكون يلعب في الريهانات الرياضية وخاصة مع فريقه القديم لانه انتقل لهما كما نعرف الدوري الانجليزي لكن كان يراهن على مباريات نادي الفريق اللي كان ينتميله. وذي عبر عليه واعترف به من الوهلة الاولى دون اه وهنا خليها اعطاته الامكانية باش يناقش العقوبة متاعه مع اه الادعاء مع القضاء الايطالي القضاء الرياضي الايطالي اللي اه صلت عليه عقوبة بسنة ونصف من حرمان من اللعب وهنا نشوفه خسارة اللعب كونه موش في لعب خسروا المنتخب الايطالي خسروا فريقه الانجليزي اللي يصرف عليه اه ما يقارب المية وخمسين مليارد واكثر اكثر ما يقارب مية وسبعين مليارد وتونسية من الملمات التونسية اخسارة كبيرة لللاعب وللفريق متاعه الاصلي لانه حتى ميلان مش يتمس في العملية هذية كما مش يتقلق زادة الفريق متاعه اللي وقاعا تدابه في الدوري الانجليزي حاجة اخرى ساحبي بتجرني مش نحكي على نفس في نفس السياق نشوفه الميلان لسبوع هذية في الدوري الابطال اول مرة تصير في تاريخ الميلان تونه الى ليني يعني ينزل تشكيلة بكلها اجانب ولا ايطالي فيها تشكيلة الاساسية اللي نزلت تشكيلة بملعبية لكلهم اجانب ولا ايطالي فيها ومن هنا نشوفه الازمة تاع الكرة الايطالية اللي تدوم منذ سنوات غياب ايطاليا على كأس العالم روسيا 2018 غياب ايطاليا على كأس العالم قطر 2022 ومزلت مش تتواصل مشاكل كرة الخدم الايطالية عليش على خاطر معاش عندهم لعبية على خاطر الاماكن لكلها للملاعبية الاجانب مش قاعدين ينتجوا مفهماش ملاعبي خرج باريلا بعد ماريلا طلعت ونالي دونك ايطاليا وخوتها والامكانيات الكبيرة والانفرستركتور الكبيرة وقاعدين يطلعوا في ملاعبي في العام في زوزو ملاعبية ولا في العامين في رموع ازمة كبيرة عكس عكس نشوفه فرنسا فرنسا اللي تنتج في ملاعبية عندها معتها دي جوار دو تالان في كل بوست طلقة ثلاثة اربعة حتى خمسة ملاعبية فملاعبية لطول مزالوا يستنون في اول دعوة للمنتخب هنا الفرق الكبير ويطاليا حسب السياسة المنتهجة مزالت مش تعاني برشا على مستوى المنتخب الوطني تاحب. افضل لك الكلمة لك. الله يسحبه من اجموش ديما الحدث من ابدوش علي ديما مربوط فلسطيني مربوط بالكرة القدم. كل مباراة في الدوريات الاوروبية ولا في الاوروباليك ولا في اي دوريات باراتونس قاعدين نشوفه في انت في ناس ديانات الكل ديانات الكل نفس الموضوع. شوفوا في الديانات الكل اللي هما في صف فلسطين. ونشوفوا مشيرها الاخرى مباراة اللاهلي المصري وسينبا التنزاني. كيف ايش سلطة هي اللي سلمونزيا سلطة تعملك على كيف بانو بيبلي سيتير على فلسطين. واللهلي وسينبا ما تلقى حتى دربوا فلسطين في القردان. كنت ما تلقى حتى دربوا فلسطين موجود في القردان. كيف تشوف الدوريات الاوروبية. وذي تاريخ ان انت بش يخض. وعار علينا على الرب. والحمد لله نعيشوا في بلاد اللي من حكومتها من رئيسها للشعبها. متوحدين في القضية هذي اللي هي غده وبعض غده ومئة سنين قدام. تاريخ ما يرحمش. تزيد مع ان انت تشوف حاجات تحشم على روحك كعربي. المباريات والحمد لله احنا قايمين باللي نقدر عليه. وبالنسبة لي نقول اخواتنا في العالم كله كيفاش يخري مع الشعب هذيق. وان شاء الله الناس تتحاسب على اللي قادسين. ماشي. صاحبي تضامنا مع اخواتنا في فلسطين. انا فريمون منبهر باللي قاعد ساير اليوم من جمهور ومن فريق سلتي جلاسكو في اسكوتلندا. في مباريتها الاخيرة ضد اتيتيكو مادريد. شوفنا تضامن مع شعب مع القضية الفلسطينية. اللي حاجة فريمون ستفرح برشا 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 امنيتي ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله يوفى الشي اللي قاعد ساير هذي. واول حاجة نعملها في تونس. سوديية ناجم تكون مبادرة طيبة برشا. يزمنا نخموا عليها اللي بلادنا اليوم الدولة التونسية اللي الشاي اللي قاعد تعمل فيه. واعمل فيها اليوم ماشي ريسيب اردوغان في تركيا. خلاتي اليوم من ناس الكل قاعدة فايقة باللي تونس. كلام سيد الرئيس سيد قيسة سعيد. طلعها صحيح. واليوم قاعدين يعرفوا في شنو اللي صاير. واللي تونس كانت فريمون مبادرة طيبة منها وبرك الله فيها. حاجة اخرى اللي اليوم كي تشوف انا امنيتي بعد الشي اللي قاعد ساير واشالله في اقرب وقت يا رب اللي اننا قاعدين نشوفوا في صغيرات واشياء فريمون وشي ازف برشا برشا. اول حاجة نعملوها في تونس نعملو مبارا ودية مع الفريق الوطني تونسي ضد فريق سلتيك غلاسكوف. ومش نشكروهم مع الشي جماهير شنو اللي عملته مع القضية الفلسطينية. سيلاتين كمنا معك. مش نواصل في نفس الاتار مع التدابر مع القضية الفلسطينية. والمرة هذي فم سورة جابت العالم والحقيقة وفيها رسالة ضمنية كبيرة. جاتنا من البوندسليغة. هي في مقابلت اينترخت فرانكفورت وفنايم. كثيرا هي صورة اللي جمعت بين سخيري واللعب الجزيري الشعيبي واللعب المصري. نعرفوا احنا في البوندسليغة كانت فما معناها اوامر ولقوف دقيقة سمت تضامن مع بنت قوسين حتى ضحايا الشرق الاوسط بدون معناها الكونكريتزاسيون. اش خلى الملعبية بتاعنا ذوما العرب والمسلمين في وقفة تضامنية داروا احدهم وصورة بالحق معبر برشة جابت العالم وقرأوا الفاتحة على شهداء فلسطين. بالحق هذه نعتبرها يعني رسالة ايجابية كبيرة ومعناها تجاوب معها الايجابي. وفما زادت نظري لقت اخر طريفة شوية هي جاتنا من قطر في البطولة القطرية. وين لعب الالمانيا جوليان دراكسلر في البطولة القطرية يلعب مع الاهل القطري ومقابلة الجولة الثامنة البطولة القطرية مع نادي قطر. تخلى للشوت الثاني. الكيب متاعه خاسر ثلاثة مركز دوبلي ومراعنا الا في لقطة غريبة برشة يعدي باس ويخرج مغير لشاور العنترنور العربيتر بين بعض الأخبار من المانية يقولوا انا عنده مرض مغاستريت ولا حاجة كيما كيك يعني خلاها يخرج في لقطة غريبة مغير حتى ما يشاور يعني. برغم اللي ملاعب هو تنجم تقول دراكسلر يعني يعبر على قيمة فنية كبيرة واسمه كبير ما نجحش في البي اجي لكن مهما كان يعني. يعطيكم الصحة الويد كل ذاكر سيمون جي سيلوت في سي سالح ندخلو توفي سميم.